اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهو سؤال عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حيث كان الجال ثليق كبير النصارى سأل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عن مسألة تتعلق بالعرش والكرسي وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يجيبه عن أسئلته لأن الإسلام دين البرهان قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فالإسلام يبتنى على البرهان ويسمح لأصحاب الديانات الأخرى أن يطرحوا أسئلتهم والأسئلة هذه مجاب عنها في القرآن وفي الأحاديث الشريفة أو يدل على جوابها العقل وكذلك الشبهات التي تطرح هذه الشبهات أجوبتها موجودة في القرآن أو في الأحاديث الشريفة فهنا يأتي الجاثليق ويسأل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أن الله حامل الأشياء أو هو محمول فإذا قال حامل الأشياء هنا يعترض ويقول أن القرآن يدل على أن الله على العرش والعرش يحمله ثمانية فكيف تقولون أنه حامل للأشياء ما عنه محمول وإذا قلتم بأنه محمول فهذا صفة نقص فهنا تأتي الشبهة الجواب على ذلك أن الله سبحانه وتعالى ليس جالسا على العرش جلوسا جسمانيا بحيث أنه الملائكة يرفعون العرش والعرش يحتوي على الله عز وجل سبحانه وتعالى عن ذلك وإنما العرش هو جسم وهذا الجسم لا يحتوي على الله سبحانه وتعالى لأن الله محيط بكل شيء والعرش مخلوق ولا يمكن أن يحيط المخلوق بالخالق فقوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى ليس بمعنى الجلوس على العرش كجلوسنا على الكراسي مثلا كما يتوهمه المجسمة بل هذه آية من الآيات المتشابهة التي بيّنتها الآيات المحكمة ليس كمثله شيء والمراد من استوائه على العرش ليس هو الجلوس المادي الذي نتصوره نحن في جلوس الناس مثلا على الكراسي وإنما بمعنى سيطرته على الوجود بأسره وكذلك من معاني العرش العلم الله سبحانه وتعالى محيط بكل المعلومات لأنه كان عالما إذ لا معلوم ثم عندما أوجد الأشياء وقع العلم على المعلوم فإذن سواء كان العرش بمعنى الجسم المادي المحيط بكل الأشياء أو كان بمعنى العلم فالله سبحانه وتعالى محيط بذلك العرش ويعلم جميع المعلومات ليس هو المحمول وإنما العرش الجسماني حملته الملائكة أو تحمله الملائكة ثمانية منهم وكذلك العلم الله سبحانه وتعالى أفاضه على بعض المخلوقات فهم يحملون شيئا من ذلك العلم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فهنا الله سبحانه وتعالى ليس محمولا وإنما الله سبحانه وتعالى ممسك كل شيء إذا تفسر الحامل بمعنى الإمساك إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولإنزالة إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وقد ذكرنا تفسير الآية في الحلقة الماضية فالإمام عليه الصلاة والسلام الإمام وأمير المؤمنين يبين في هذا الحديث أن العرش مخلوق فقبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى العرش لم يكن هناك عرش حتى تتصور جلوسا على ذلك العرش من قبل الله تعالى عن ذلك علوا كثيرا فلما خلق العرش لم يجلس عليه كجلوس أحدنا على الكراسي لأن هذا يستلزم إحاطة المخلوق بالخالق كإحاطة الكرسي بمن يجلس عليه ويستلزم الإفتقار والإحتياج ويستلزم أن يكون الملائكة الحملة للعرش هؤلاء يحملون الله سبحانه وتعالى وهذه صفة نقص والله منزه عن كل ذلك وإنما الله سبحانه وتعالى خلق العرش من أنوار مختلفة فس حقيقة هذه الأنوار مجهول لدينا لأن هذه أمور من الملكوت نحن عالم الملك نجهل كثير من تفاصيله والعلم الحديث على رغم التطور الهائل الذي تطور فيه يقر علماء العلم الحديث بأنهم يجهلون أكثر مما يعلمون يعني الحقائق في هذا الكون والقوانين في هذا الكون كثيرة جدا بحيث أن هذا العلم على رغم التطور الكثير الذي حدث لم يكشف إلا جزءا صغيرا من حقائق الكون الكون الذي نحن نعايشه عالم الملك فإذا حقائق عالم الملك يعني هذه الدنيا التي نعيش فيها أكثرها مجهول لدينا فعالم الملكوت وهو عالم الملك العظيم لله سبحانه وتعالى هذا العالم بطريق أولى مجهول لدينا فكيف خلق الله العرش هذا نجهله نعم هذه الرواية يبين أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فيها أن الله خلق العرش من أنوار أربعة نور أحمر نور أخضر نور أصفر ونور أبيض لكن ما هو المقصود من هذا البيض وهذه الخضرة وهذه الصفرة وهذه الحمرة هذا أمر لم يبين في الروايات نعم بعض الشراح لصول الكافي بعنوان الاحتمال ذكروا بعض الوجوه لكن هذه الوجوه مجرد احتمالات فلذلك نحن نعرض عنها صفحة لأنها ترتبط بعالم الغيب ولم يبين لنا ونحن بالنسبة إلى عالم الغيب المقدار الذي بين لنا إلى هالمقدار نتعبد به ونصدقه ونذكره ولكن ما سوى ذلك من أمور كثيرة في عالم الغيب نجهلها ولم تبين لنا نحن نؤمن بها ونؤمن بقدرة الله سبحانه وتعالى وإحاطته على الغيب وعلى الشهادة لكن تلك الحقائق شنو هي نقر بجهلنا وعدم علمنا بتلك الحقائق ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وفي آية أخرى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فإذن العرش مخلوق فإذا كان مخلوقا لا يعقل أن يحتوي على الخالق فبناء على ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى لا يراد به المعنى الظاهر الحقيقي من الاستواء وإنما يراد به معنى كنائي ومجازي بمعنى سلطته على الأشياء أو معاني أخرى ذكرناها فيما مضى إذا أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام يقول حينما هذا الجاثليق كبير النصارى يسأل أخبرني عن قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية عرش الرب في ذلك اليوم في يوم القيامة يحمله ثمانية زين إذا هو عرش الرب هذا الجاثليق كأنه يعني ككثير من النصارى أو عامة النصارى هؤلاء مجسمة يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى له حدود جسمانية وأنه يشبه مثلا الإنسان لأن الإنسان خلق على صورة الله كما يزعمون فلذلك حينما وصل إلى هذه الآية غفل عن أنها من الآيات المتشابهة وأن العرش هنا صحيح هو عرش الله لكن ليس بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جالس على ذلك العرش كما نقول بيت الله الكعبة بيت الله هذا ليس بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ساكن في الكعبة مثلا كسكننا في بيوتنا وإنما هذه نسبة شريفية إضافة شريفية يعني الله سبحانه وتعالى شرف هذا المكان بأن نسبه إلى نفسه لا بمعنى أنه يسكن في ذلك المكان أو كما ذكرنا فيما مضى حينما يقال أن عيسى روح الله كما في قوله تعالى ونفخت فيه من روحي بالنسبة إلى آدم وبالنسبة إلى عيسى وروح منه فهذا ليس بمعنى أن هذه الروح هي جزء من الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله من ذلك وإنما بمعنى أن هذه الروح المخلوقة شرفها الله سبحانه وتعالى بأن نسبها إليه كذلك هذا الجسم المحيط بالأجسام أو العلم الذي حمله الله سبحانه وتعالى إلى بعض مخلوقاته هذا الجسم أو هذا العلم الله سبحانه وتعالى شرفه بأن نسبه إلى نفسه هذا العرش عرش ربك منسوب إلى الله سبحانه وتعالى لا بمعنى أن الله جالس عليه أو هذا العلم منسوب إلى الله سبحانه وتعالى علمه هؤلاء الثمانية وعن طريقهم علمها علم ذلك العلم غيرهم مثلا شرف هذا العلم بأن نسبه إلى نفسه فأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في جواب الجاثليق حينما يذكر هذه الآية يقول إن العرش خلقه الله مخلوق لا تتوهم أن هذا العرش شيء قديم شريك مع الله سبحانه وتعالى في قدمه وهو ليس بمخلوق مثلا لأن كل قديم غير مخلوق ولا قديمة سوى الله سبحانه وتعالى فإذا كان هناك شيء قديم يعني غير مخلوق العرش ليس كذلك فكان الله ولم يكن عرش كان الله ولم يكن شيء فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء ليحمله إن العرش خلقه الله من أنوار أربعة يعني المقصود أن العرش ليس موضع استقرار الله سبحانه وتعالى ومن معاني العرش العلم الله سبحانه وتعالى حمل العلم إلى بعض مخلوقاته ثمانية وستفصيل هؤلاء الثمانية لبعض الروايات ثمانية من الأربع من الأولين أربع من الآخرين هذا سيأتي في المستقبل إن شاء الله تعالى إن العرش خلقه الله سبحانه وتعالى من أنوار أربعة نور أحمر منه حمرة الحمرة ونور أخضر منه خضرة الخضرة ونور أصفر منه صفرة الصفرة ونور أبيض منه بيضة البيض ذكرت أن هذه أنوار الله خلقها ثم خلق العرش منها كما أنه الله سبحانه وتعالى خلق التراب ثم خلق آدم من التراب يعني المادة الأساسية في خلق آدم كانت التراب ثم نفخ فيه من روحه الله سبحانه وتعالى خلق نورا عظمه يعني شرف هذا النور ثم خلق من هذا النور محمدا وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعليهم السلام فكذلك الله سبحانه وتعالى خلق أنوار أربعة بهذه الطريقة التي يبينها الإمام عليه الصلاة والسلام بشكل مجمل وهذه الأنوار الأربعة كانت مادة لخلق العرش هل العرش الجسماني وكذلك العرش بمعنى العلم لذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول وهو العلم الذي حمله الله الحمل هؤلاء الثمانية الذين يحملون العرش الله سبحانه وتعالى حملهم هذا العلم يعني العرش يفسره بمعنى العلم وهو أحد معاني العرش ثم حمل هذا العلم لهؤلاء الثمانية وهو العلم الذي حمله الله الحمله بعد ذلك الإمام يبين أن هذا النور اللي هو مادة العرش بمعنى العلم هذا النور عظيم جدا لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون عظيما طبعا ليست العظمة أمام الله سبحانه وتعالى كلا لأنه لا شيء أمام عظمة الله سبحانه وتعالى لأن الله غير محدود وجميع المخلوقات محدودة فعظمة الله غير متناهية والأشياء متناهية والمتناهي أمام اللا متناهي هو كلا شيء فالعظمة ليست أمام الله سبحانه وتعالى وإنما العظمة أمام سائر المخلوقات يعني مثلا الأنبياء هؤلاء أنبياء لهم العظمة لكن ليست العظمة أمام الله سبحانه وتعالى الله هو العظيم وسائر الموجودات كلا شيء أمام الله بما فيهم الأنبياء لكن الأنبياء لأن الله شرفهم فهم لهم العظمة مقابل سائر الناس وكذلك الأوصياء لهم العظمة مقابل سائر الناس فهي العظمة بالنسبة إلى سائر المخلوقات فالله سبحانه وتعالى حينما خلق هذا النور جعل لهذا النور العظمة المنزلة المكانة أعطاه القيمة وهذه القيمة لأن الله سبحانه وتعالى أرادها أعطاها لهذا النور وهذا النور الله سبحانه وتعالى جعله علما وحمله الحمل وذلك نور من عظمته يعني هذا النور ناشئ من عظمة الله لأن الله عظيم فهو القادر على أن يخلق الأشياء العظيمة لقد رأى من آيات ربه الكبرى لأن الله سبحانه وتعالى عظيم فهو قادر على أن يخلق الشيء العظيم وذلك نور من عظمته فبعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يقول فبعظمته ونوره أبصر قلوب المؤمنين وبعظمته ونوره عاداه الجاهلون يعني الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان كل كمال كما ذكرنا فيما مضى هو من الله سبحانه وتعالى لأن الله هو الكمال المطلق وكل كمال موجود في هذا العالم هو ينشأ من الله سبحانه وتعالى بإرادته وقدرته فإذا الناس يعرفون الله سبحانه وتعالى أو يعادون الله سبحانه وتعالى لأن هناك ناس أعداء الله وهناك ناس أولياء الله كيف أولياء الله سبحانه وتعالى عرفوا الله سبحانه وتعالى لأن الله أفاض إليهم المعرفة لأن المعرفة كمال والله سبحانه وتعالى أفاض إليهم المعرفة فعرفوا الله سبحانه وتعالى فإذا المؤمنون يعرفون الله لأن الله أفاض عليهم المعرفة لماذا أفاض الله عليهم المعرفة؟ بحسن اختيارهم بتعقلهم بتفكرهم بانصياعهم إلى أوامر الله سبحانه وتعالى وانزجارهم عن نواهيه فكانوا محلا قابلا لهذه المعرفة إذا الجاهلون عادوا الله سبحانه وتعالى الإنسان لا يعادي شيئا لا يعلمه وإنما الإنسان يعادي شيئا يعلم يعلمه ويعلم بوجوده فالله سبحانه وتعالى أفاض معرفته على هؤلاء لكنهم بسوء اختيارهم بدل أن يستفيدوا من هذا العلم ويحولوه إلى معرفة وإلى طاعه وإلى إذعان هؤلاء حولوه إلى عداء فإذن الله سبحانه وتعالى أفاض المعرفة المؤمن بحسن اختياره قبل هذه الإفاضة فوالى الله سبحانه وتعالى وأعداء الله بسوء اختيارهم رفضوا هذا العلم فعادوا الله سبحانه وتعالى مع علمهم بوجوده وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم لذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يقول فبعظمته ونوره أبصر قلوب المؤمنين يعني قلوب المؤمنين أبصرت بسبب هذه العظمة وهذا النور الذي أفاضه الله سبحانه وتعالى على قلوبهم الله سبحانه وتعالى حمل علم معرفته الجميع يعني في عالم الذر الله سبحانه وتعالى حينما خلق الناس جميعا كالذر قال ألست بربكم؟ قالوا بلى فجميع الناس بمؤمنهم وكافرهم ومنافقهم وكبيرهم وصغيرهم بفطرتهم يعرفون الله سبحانه وتعالى صحيح البعض ينكر بلسانه لكن الإذعان بوجود الله سبحانه وتعالى هذا موجود في فطرة كل إنسان لكن واحد يريد أن لا يصدق لا يعقد قلبه فيكون كافرا أو منافقا فبعظمته ونوره أبصر قلوب المؤمنين وبعظمته ونوره عاداه الجاهلون لأن الإنسان لا يعادي شيئا لا يعلمه وإنما يعادي الشيء الذي يعلمه فهذا يعلم بالله سبحانه وتعالى لكن لا يستفيد من هذا العلم لا يستفيد من هذه الفطرة التي الله سبحانه وتعالى جعلها فيه فيعاد الله سبحانه وتعالى وتتم الحجة على هذا الإنسان الآية الشريفة تقول أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَاهُ هَوَاهُ وَأَظَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ يعني الله أظل لكن هو يعلم بسوء اختياره إن حرف عن الطريق فأظله الله يعني اتركه حتى يظل لم يوفقه الله سبحانه وتعالى يوفق المؤمن ليصل إلى النتيجة المطلوبة لكن إذا الإنسان اختار الطريق الأعوج الله سبحانه وتعالى قد يقطع عنه لطفه بأن لا يوفقه لأن ذلك الإنسان بسوء اختياره اختار طريق الشر فيتركه الله سبحانه وتعالى حتى يظل مثل كما ذكرنا فيما مضى هذا المثال أنت تشوف واحد يريد أن يسلك الطريق الصحيح ترشد إلى الطريق الصحيح ده اللي تقول هذا هو الطريق الصحيح امشي بي استمر بي إذا فد يوم أو فد لحظة شفت أنه قد دي عوج عن الطريق المستقيم تنبه تقول لله استمر على الطريق المستقيم أما أكو واحد هذا لا ينصع ولا يطيع ولا يهتم بكلامك أنت تشوف أنه دا يمشي في الطريق الأعواج تتركه لماذا تتركه يقولون لك لماذا تركته تقول لأنه لا يطيع لا يفيد أن أتكلم معه وأظله الله على علم هذا هو يعلم ولكن بسوء اختياره ترك الحق فالله سبحانه وتعالى تركه حتى يضل أما المؤمن الله سبحانه وتعالى يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم الذين آتاهم الله العلم وهؤلاء أرادوا أن ينتهجوا النهج الصحيح وأن يطيعوا الله سبحانه وتعالى بالاعتمار بأوامره والإنزجار عن نواهيه الله سبحانه وتعالى يؤتيهم العلم ويجعله آيات بينات في صدورهم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ثم بعد ذلك وبعظمته الإمام يقول وبعظمته ونوره ابتغى من في السماوات والأرض من جميع خلائقه إليه الوسيلة لأنهم يعلمون بوجود الله سبحانه وتعالى فيطلبون الوسيلة ليصلوا إلى مرضات الله سبحانه وتعالى وإلى قربه المعنوي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة هذه الوسيلة قد تكون الأعمال وقد تكون أشخاص أما الأعمال كالصلاة والصيام والعبادات الأخرى والطاعات هذه وسيلة تقرب الإنسان إلى الله قربا معنويا وتقرب الإنسان إلى مرضات الله سبحانه وتعالى وقد تكون وسيلة بشرية كما في قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يعني الملائكة الذين يدعوهم هؤلاء الكفار باعتبارهم بناتا لله سبحانه وتعالى هؤلاء الملائكة ليسوا هم بنات لله هم عبيد مربوبون لله سبحانه وتعالى وهم يبتغون الوسيلة إلى الله هذه الوسيلة أيهم أقرب وسيلة من ذوي العقول لذا قال أيهم أقرب الملائكة يطلبون الوسيلة إلى الله وسيلة بشرية وهذه الوسيلة البشرية هم محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وعليهم الصلاة والسلام كما في الأحاديث الشريحة وهكذا كان سائر الأنبياء وسائل إلى الله سبحانه وتعالى ولذا نجد مثلا أبناء يعقوب على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام هؤلاء أرادوا أن يستغفروا ذنبهم الذي فعلوه بيوسف وبيعقوب جاءوا إلى يعقوب قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين يعقوب لم يقل لهم اذهبوا إلى المسجد أو المعبد وتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى خط مباشر بينكم وبين الله سبحانه وتعالى يعقوب أقرهم في كلامهم قال سوف أستغفر لكم ربي ففي ليلة الجمعة طلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم بالنسبة إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وعليه الآية الشريفة تقول ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما الآية لم تقل أنه لو أنهم الظلموا أنفسهم ذهبوا إلى المسجد بينهم وبين الله سبحانه وتعالى لا جاءوك لأن هذا هو الوسيلة صحيح أنت تتمكن أن تناجي الله سبحانه وتعالى وتدعوه بطريق مباشر لكن أيضا أنت بحاجة إلى وسيلة جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول أو فعلوا ذلك لوجدوا الله توابا رحيما إذن جميع الخلائق من الناس من الجن هؤلاء يعلمون الله حمّلهم العلم يعلمون بأنه الخالق هو الله سبحانه وتعالى فيطلبونه لكن الأكثر أخطأ الطريق بدل أن يروح إلى الطريق الصحيحة راح إلى الطريق الخطأ نشوف مثل الإنسان مثلا الجائع الإنسان الجائع أيا يكون يطلب طعاما قد يجد الطعام الذي يناسب الجسد فيأكله فحاجة الجوع يرفعها وأيضا حاجة الجسد إلى المواد المختلفة يؤمنها عبر الأكل لكن قد يخطأ الإنسان في اختيار المأكول فيأكل الطعام المسموم مثلا أو الطعام الذي يضره فيتمرض أو يموت فهو يشعر بحاجة يذهب لقضائه هذه الحاجة الجسدية قد يصيب وقد يخطئ كذلك الإنسان الله سبحانه وتعالى جعل في فطرته أن يطلب الرب سبحانه وتعالى فقد يذهب إلى الطريق الصحيحة عن طريق الأنبياء والأوصياء وقد يذهب إلى الطريق الباطل إذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول وبعظمته ونوره ابتغى من في السماوات والأرض من جميع خلائقه إليه الوسيلة بالأعمال المختلفة والأديان المشتبهة من بعض الأحيان تشوف ناس يعبدون الله سبحانه وتعالى بطريقة بدعية بدع أو يتخذ دين باطل كل هؤلاء الأديان الباطلة والأعمال الخاطئة والعبادات البدعية هذه سببها أن الإنسان يريد أن يطلب الله سبحانه وتعالى لكن أخطأ الطريق عليه أن يختار الطريق الصحيح وهي العبادات الصحيحة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه وبينها الأوصياء وأن يختار الدين الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى فإذن العلم هذا هو الذي خلقه الله سبحانه وتعالى يعني المعلومات من نور عظمته فهذا هو المحمول لا أن الله هو المحمول فلذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول فكل محمول يحمله الله بنوره وعظمته وقدرته الله سبحانه وتعالى يحمل كل شيء إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزوله هم في أصل وجود ذلك الشيء وأيضا في استمرار ذلك الشيء في الوجود لأن الله سبحانه وتعالى ليس خلق ثم ترك الخلق بحيث يقول اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم أبسوطتان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق واستمرار وجود الخلق أيضا مرتبط بإرادة الله سبحانه وتعالى حيث يفيض الوجود بشكل مستمر على المخلوقات فكل محمول يحمله الله بنوره وعظمته وقدرته لا يستطيع لنفسه ضرا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا التضمين لآية شريفة واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا يعني المعاد والرجوع أو لا لا يملكون ذلك الذي يملكه هو الله سبحانه وتعالى فإذن العرش سواء العرش العرش الجسماني أو العرش معنى العلم هو محمول والله سبحانه وتعالى يحمل ذلك الشيء يمسكه وليس ذلك العرش الجسماني أو العلم هو الذي يحمل الله سبحانه وتعالى لأن ذلك صفة افتقار ونقص والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وللحديث تتم نتركه إلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين موسيقى 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 اشتركوا في القناة